مرحبا بكم من جديد مشاهدين الكرام حياكم الله أينما كنتم نرحب بكم طبعا في حلقة جديدة من برنامج الحدث الأسبوعين نتحدث في آخر ملف عن تطورات الإفراج عن النقلة الإيرانية من قبل سلطات جبل طارق أفرجت إذن سلطات جبل طارق عن النقلة الإيرانية جريس واحد وسمحت لها بالمغادرة على أن تتجه النقلة وفق تعهدات إيرانية نحو موانئ بلدان حوض المتعصد نتابع التقرير التالي ثم نعود لنبدأ النقاش رغم طلب الولايات المتحدة الأمريكية من سلطات جبل طارق تمديد احتجاز الناقلة الإيرانية جريس واحد إلا أن المحكمة العليا أفرجت عن الناقلة وسمحت لها بالمغادرة رئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو قال أنه تلقى وعدا مكتوبا من طهران بعدم تفريغ الحمولة في سوريا الخاضعة لعقوبات أوروبية موضحا أن المحكمة العليا ستنظر في أي محاولة أمريكية لمنع الناقلة الإيرانية من المغادرة الولايات المتحدة الأمريكية اعتبرت أن الناقلة كانت تساعد الحرس الثوري الإيراني المصنف أمريكيا على قوائم الإرهاب عن طريق نقل النفط من إيران إلى سوريا مشيرة إلى أن هذا يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على الأفراد المرتبطين بالناقلة ومهددة بحضر منح تأشيرات أمريكية لطاقم جريس واحد وفق بيان صادر عن الخارجية الأمريكية الخارجية ختمت بيانها بالقول أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لها لحرمان إيران ووكلائها من الموارد التي يحتاجون إليها للانخراط في أنشطة خبيثة ومزعزعة للاستقرار في سوريا وغيرها ويشمل ذلك التنفيذ الكامل للعقوبات الأمريكية فيما يتعلق بإيران والحرس الثوري من جانبها ذكرت إيران على لسان مسؤول في منظمة الموانئ والملاحة الإيرانية أن جريس واحد ستتجه نحو موانئ بلدان حوض المتوسط واحتجزت بريطانيا الناقلة في جبل طارق منذ مطلع تموز الماضي للاشتباه بسعيها لتسليم حمولتها إلى نظام الأسد وأدى احتجازها لتأجيج التوتر بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى معنا طبعا هنا في استوديو الأستاذ عبدالوهاب عاصي الباحث في مركز جسور للدراسات مرحبا بك أستاذ عبدالوهاب وأيضا العقيد زياد حاج بيد المحلق العسكري والاستراتيجي مرحبا بكم أستاذ العقيد لو أعطي إليك أستاذ عبدالوهاب يعني كيف تقرأ سماح سلطات جبل طارق للسفينة بالمغادرة يعني يمكن قول أنه سماح من بريطانيا لهذه السفينة بالعبور لكن شريطة لا تعود إلى سوريا طبعا هذا الموقف مأخوذ من أصل عملية التوقيف هو طلب من بريطانيا لحكومة جبل طارق بإيقاف هذه الناقلة بالمقابل الآن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من حكومة جبل طارق عدم فك قيد هذه الناقلة بالتالي بشكل طبيعي يبدو أن بريطانيا توصلت إلى تعهد أو ربما تحاول التفاوض مع إيران حول الناقلة البريطانية المحتجزة من قبل إيران أيضا لإخلاء سبيلها ربما نلحظ ذلك في الأيام المقبلة كمبادرة حسنية لكن بالمقابل هذا يقتضي تفاوضات في المنطقة وهذا يقتضي أيضا تحرك أوروبي منفرد في الخليج العربي أو البحر العربي وهذا يقودنا أيضا إلى الحديث السابق لتشكيل قوة أمن في المنطقة مشتركة بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وهو ما رفضته الدول الأوروبية وأصرت عليه الولايات المتحدة الأمريكية أي أنه كأن هناك تنافس أو خلاف أو صراع أجنحة بين الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بواجهة حاليا بريطانية سيد العقيد السفينة ستكمل وجهتها إلى دول حوض الشرق الأوسط أين سترسل برأيك أو ما هي أول دولة سترسل بها هذه السفينة؟ طبعا السفينة هي إيرانية كانت تحمل العلم البنمي تحمل 2 مليون برميل نفط كانت توجهة فعلا لسوريا الإيرانيين تعهدوا بتغيير اسم السفينة فغيروا اسم السفينة ورفعوا العلم الفارسي عليها وسموا تسمية السفينة تسمية عدائية من هنا تنطلق مواقف إيرانية نوروز نوروز يعني اسم النيران البحر الأحمر تعني الفارسي نيران البحر الأحمر يعني هذا العنجهية الإيرانية هذا السياسة نسميها استوسعية للإيران هذه السياسة دائما عدائية للشعوب المنطقة أو للمنطقة العربية بالذات وخاصة لمرطقة الشرق الأوسط فهذا دليل على أن إيران ماضية بسياسة العنجهية فالسفينة أين ستذهب؟ ستذهب إلى ميناء أما ميناء إلى بيروت أو إلى ميناء طرابلس في لبنان أو ممكن إذا كانت فعلا السلطات البريطانية والأمريكية فعلا ترصد تحركات السفن بشكل دقيق قد تمنع السفينة وقد تذهب إلى تفريغ حمولتها بقبرص وبيع حمولتها إلى أحد الدول في حال ذهبت إلى لبنان ألا يمكن لها أن تفرغ حمولتها في لبنان وبالتالي يتم تهريب النفط من لبنان إلى النظام أما الإيرانيين عم يحاولوا يلعب على كافة سبل من أجل التسلق على هذه العقوبات العقوبات فعلا أوصلت إيران إلى طريق صعب جدا ومعقد اقتصاديا اليوم الإيرانيين حاولوا تصدير نفطهم إلى سوريا عبر صهاريج عبر شركات صهاريج إلى العراق من العراق عبر سوريا عبر معبر التنف إلى سوريا عم يحاولوا تهريب نفطهم عن بعض المناطق الأخرى من البحار بعض الشركات فهذا الوضع الاقتصادي هذا لا يمكن أن ت يعني الأمريكان راسدين تحركات هذه السفن البريطانيين أرادوا أراد البريطانيين عدم تصعيد الموقف عدم تصعيد الموقف وإخلاء سفينة المحتجزة لدى إيران مقابل إخلاء سفينة هذه السفينة هذا الموقف الذي سجلوا بريطانيين وبالأساس هم البريطانيين لا يرغبون بتصعيد الموقف في موضوع الخليج العربي ولا يريدون أن يذهبوا إلى مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى ما لنهاية إذن بالتالي حرب الناقلات هل تعتبر أنها مستمرة مستمرة لأنه لا يوجد سبيل لدى إيران إلا الاستمرار بالضغط وقرصنة هذه الناقلات من أجل السماح أو الوقوف عند حد معين من أجل تصدير النفط الإيراني اليوم إيران تعاني معاناة كبيرة أنه التصريحات سياسية غير التصريحات العسكرية الحرس الثوري يصعد بعض الوزير الخارجي الإيراني ضريف يهدئ فمشكلة في مشكلة حقيقية اقتصادية داخل إيران ينعكس هذا الأمر ينعكس على الواضح في الخليج العربي السلطات كما شاهدنا في التقرير السلطات قالت أنها تلقت وعودا مكتوبة من قبل الإيرانيين بأن إيران لن تفرق حمولتها أو لن تتجه إلى سوريا طيب طهران نفت أنها أعطت يعني وعودا أو تعهدات ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن إيران تحاول بكل السبل التفلط من العقوبات الأمريكية وتحاول بكل السبل إيصال نفطها مثل ما ذكر العقيد باتجاه سوريا أو باتجاه عبر شبكات سواء مباشرة أو غير مباشرة شبكات اقتصادية ربما حتى لو وصلت هذه الحمولة إلى قبرص وتم إنزالها تستطيع يستطيع إيران إيصالها إلى سوريا بشكل أو بآخر هذا ما تريد إيران إيصاله وأنها لن تلتزم بالعقوبات الاقتصادية الأمريكية بالمناسبة الموقف الغربي بخصوص العقوبات الاقتصادية هو موقف غير متشدد لذلك لا يجب علينا أن نتصور أن بريطانيا لديها مشكلة فعلا حقيقية إذا قضية وصول هذه الحمولات باتجاه روسيا باتجاه سوريا باستثناء الالتزام بمبادئ المجموعة الدولية بخصوص العقوبات على النظام السوري أي أنه يجب على النظام التوجه نحو المحور العربي أو أي حكومة سورية مقابل تخليص العلاقات مع إيران لحين تغيير سياسة إيران الخارجية واشنطن الذي قامت به أنها هددت طاقم أيضا كما تابعنا في التقرير طاقم الناقلة بحضر منح تأشيرات أمريكية للطاقم ما أهمية هذه الخطوة؟ وهل ستردع إيران؟ لا يوجد لها أي أهمية لا يوجد لها أي أهمية ولن تردع إيران وكما ذكر العقيد أن إيران غالبا ستستمر بسياسة القرصنة وقد تحاول الوصول إلى تفاهم أحد جانب مع الدول الأوروبية أي العواصم الثلاث لندن وبرلين وباريس شكرا لك مشاهدينا الكرام الشكر لكم ولطيب متابعتكم لحلقة اليوم من برنامج الحدث الأسبوعي تناولنا فيها آخر تطورات في الشمال السوري كذلك المنطقة الأمنة وأخيرا الإفراج عن النقلة النفطية الإيرانية كان معنا الأستاذ عبدوهاب عصي البحث في مكا جسول الدراسات شكرا لك ولمشاركتك معنا أستاذ عبدوهاب حياك الله وأيضا معنا العقيد زياد حاج عبيد المحل العسكري والستراتيجي أشكرك لمشاركتك معنا أيضا سيادة العقيد وكان معنا دياب الحمد ومراسي قناة حلب اليوم من الحدود السورية التركية الشكر الأكبر دائما وصل لكم مشاهدينا الكرام على أمل اللقائكم مجددا دمتم بخير وإلى اللقاء اشتركوا في القناة